اشتركوا في القناة نفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترابي مقدمه الفداء والمراجع العظام الأمة الإسلامية بذكرى حلول محرم للحرام ذكرى استشهاد مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه وذكرى استشهاد أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين وانتصار الدم على السيف أولا هذه الآيات الثلاثة تشير إلى قضية النفس النفس تقسم إلى ثلاثة أقسام نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة ونفس المطمئنة قالوا أن الإمام الحسين سلام الله عليه هناك حديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جمع أصحابه قال صلى الله عليه وآله وسلم ميدانكم الأول أنفسكم فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز طبعا الميدان والضابط هو النفس الإنسان متى ما سيطر على نفسه يستطيع أن يعمل كل شيء لو نرجع إلى واقعة كربلاء هذه النفس المحترمة واقعة كربلاء طبعا متعددة الأطراف يعني شون يعني مذاهب متعددة وكذلك أيضا أعمار متعددة فهؤلاء يعني الثلة الخيرة أقصد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يعني تشوف مثلا الحر بن يزيد الرياحي قائد ربع جيش عمر بن سعد هذا واحد تجد أن زهير بن القين هذا الرجل عثماني المذهب زين بعد تجد أن حبيب بن مظاهر الأسدي هو رجل شيخ عشيرة وكبير وهب نصراني جون عبد أسود كيف جاءوا واتحدوا وكانوا تحت راية واحدة وهي راية الإمام الحسين عليه السلام طبعا هذه الجاذبية الجاذبية جاذبية الإمام الحسين سلام الله عليه قالوا يعني قال صاحب كتاب الدوافع الذاتية جاذبية الإمام الحسين عليه السلام أقوى من الجاذبية نفسه زين أقوى من الجاذبية نفسه لذلك الإمام الحسين عليه السلام جذب هؤلاء وكانوا تحت راية واحدة وقتلوا تحت راية واحدة وهم أصناف متعددة مذاهب متعددة أفكار متعددة كيف جاءوا صاحب كتاب الدوافع الذاتية يقول لو جاء يهودي أو نصراني أو ناصبي لأهل البيت عليه السلام ورأى هذا المنظر هؤلاء الذين اتحدوا في كربلاء وقاتلوا واستشدوا تحت راية مولانا الإمام الحسين عليه السلام كيف جاءوا اللي هو كان عثماني المذهب زهر بن القين يقول أن الذي قتل عثمان هو علي بن أبي طالب وأولاده وهذا ما موجود في التاريخ والحر بن يزيد الرياحي اللي هو رجل قائد ربع الجيش جيش عمر بن سعد كيف جاء للحسين عليه السلام ويده على رأسه قال أبا عبد الله دعني أعتذر من زينب وأخوات اللي جعت ببنات رسول الله وهب الكلب رجل نصراني وحديث عهد بالزواج وقد منعته زوجته من القتال لكن نظر إلا أمه قال أمه ماذا أفعل قالت بني قاتل دون الحسين ماذا أقول للزهراء فذهب فبالبداية زوجة وهب منعته لكن بعد ذلك بينما هو يقاتل وإذا أبي أمرأ بيدها عمود من حديد قالت يا وهب قاتل دون الطيب ماذا رأيتي يا زوجة وهب قالت رأيته في كسر الخيمة يقول واقل لتناصراه فشاهد الكلام هؤلاء اللي هو كبير السن مثلا شيخ حبيب يعني حبيبنا مظاهر الأسدي شيخ كبير وجاء وإلتحق بركب الإمام الحسين عليه السلام وجون اللي عبد أسود كلنا عبد الله فجاءوا ووقفوا تحت راية واحدة هل يقول لو كان جاء يعني هذا كتاب صاحب الدوافع الذاتية يقول لو جاء نصرانيا أو مثلا يهودي أو ناصبي ورأى هؤلاء كلهم تحت راية واحدة لقال الحسين عليه السلام سحرهم كما كان جده ساحر استغفر الله يعني سحرهم ولكن هذا الأمر الحسين هو الهدى الهدى الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة فشاهد الكلام هذه الجاذبية جاذبية الإمام الحسين عليه السلام أقوى من الجاذبية نفسه أقوى من الجاذبية نفسه فتشوف أن هؤلاء الذين نصروا الحسين عليه السلام أحدهم يقولهم الإمام الحسين عليه السلام جزاكم الله خير الجزاء يا آل عقيل كفاكم القتل مسلم قالوا ماذا نقول تركنا سيدنا تركنا شيخنا زين آخر يقول لو قتلت وحرقت ثم قتلت وحرقت مئة مرة لما تركتك يا أبا عبد الله وهذه أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه الذين ضحوا بأنفسهم وحتى النساء ستشوف زوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي خطب الحسين عليه السلام فيهم خطبة شوف حتى النساء فعندما خطب فيهم قال من كان في رحله امرأة فليبعثها إلى أهلها جاء حبيب متبسما بخيمة زوجته قال اذهبي إلى أهلك أني قاتل مع الحسين عليه السلام ماذا قد شنو كان موقف زوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي وهذه جاذبية الإمام الحسين عليه السلام قالت يا حبيب ما أنصفتنا أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء زين فهذا موقف موقف أم وهب أيضا يعني قاتلت حتى قتلت هذا كل شنو كل هذا هو جاذبية الإمام الحسين عليه السلام وقالوا أنها جاذبية أقوى من الجاذبية وهو الحق وهو الهدى وهو النور أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه لو نرجع إلى الثورات التي قامت قبل الحسين وبعد الحسين عليه السلام لو نرجع إلى العينات الموجودة في كربلاء نفس العينات الذكرناهم بعضهم يقول قضية عشائرية كان أبو سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدين يجى الدور علي بن أبي طالب مع معاوية بعدين جاء الدور الحسين مع يزيد وقضية قبلية والقضية قبلية الكربلاء قضية قبلية زين إذا كانت كربلاء قضية قبلية عشائرية لابد أن تكون من عشيرة واحدة يعني لابد أن تكون من بني هاشم مثلا تشوف أن ترى أن الناس يعني العينات الموجودة أشائر متعددة أشائر متعددة بل مذاهب متعددة فلهذا هو جاذبية الإمام الحسين سلام الله عليه التي جلبت هؤلاء الذين قاتلوا وذكرهم التاريخ بل يذكرهم الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا أصفي الله وأوداء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي إلى أن يقول السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام بأبي أنتم وأمي يقول الإمام المعصوم بأبي أنتم وأمي يعني يتفده الإمام فنسأل الله أن يرزقنا شفاعة سيد الشهداء وزيارة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وشفاعته يوم اللقاء إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين